السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الأمل صباح الإصرار صباح التحدي أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة 185 الموسم 16 برنامجكم نعم أستطيع نعم أستطيع مش مجرد شعار نعم أستطيع بالإصرار يأتي الانتصار بعون الله وتوفيقه معكم الإعلامي إسلام الإناوي في نعم أستطيع زي ما عودتكم أن برنامجي بيبقى فيه بيناقش كل موضوعات اللي بتهم المواطن المصري بيبقى فيه رسالة بقدمها للجمهور وفيه مشكلة بعرضها وبتابع حلها وبيبقى فيه عرض الأهم الأحداث الساعة خلال الأسبوع مع عرض لأحد قصص الكفاح والنجاح وبالمناسبة هيبقى معي ضيفي النهاردة أحد قصص الكفاح والنجاح الأستاذ أحمد فرج السنوسي أمين وحدة المستقبل بحزب حماة الوطن بقسم بولاء الدكرور أهلا وسهلا إن شاء الله هيشاركني جزء كبير من الحلقة بتاعتي هبدأ معاكم النهاردة برسالتي رسالتي الأسبوع دوت لا للمتاجرة بآلام مصابي فيروس كورونا لا للمتاجرة بآلام مصابي فيروس كورونا كانت هي دية نفس الرسالة الأسبوع اللي فات لكن كان التوجيه بتاعها إيه مختلف التوجيه بتاعها الأسبوع اللي فات كان للتجار الأدوية وتجار مستحضرات التجميل وتجار أجهزة التنفس الصناعي الرسالة المرة دي مختلفة إن هي موجهة للمتعافين من الإصابة فيروس كورونا كلنا عرفنا الفترة اللي فاتت دي وسمعنا إن في بعض بعض حالات المتعافين من فيروس كورونا بيعرضوا بلازمة الدم بتاعتهم للبيع بعد سبات نسبة نجاحها بنسبة كبيرة في علاج المصابين بفيروس كورونا وده اللي أنا يعني الناس دي اللي بوجه لها رسالة طبعا يعني لا شرعا ولا قانونا ينفع أبيع بلازمة الدم بتاعي أنا كراجل متعافي لحد تاني عشان يعني يتعافى ويشفى منها فيعني بدأ لما المتعافي إن هو يحمد ربنا ويشكره إن هو عدل المرحلة دي مفروض إن هو يعني يتبرع بيها لوجه الله بحيث إن ربنا يعني عدى من محنة كبيرة فإنت معايا أستاذ أحمد في القسق دي أكيد يا فندم أنا أولا بشكر حضرتك إسلامبيا على الاسطدافة الجميلة دي وأكيد طبعا يعني الإنسان المفروض يفتكر نفسه في المحنة اللي هو كان فيها يعني هو كان بيواجه الموت وربنا قرمه وقدر إن هو ربنا نجاه وبالفضل الله طبعا والجيش مصر الأبيض إن هما ساعدوه إن هو يطلع من المحنة اللي هو فيها دي فأنا الطبيعي إن أنا أول ما أطلع من المحنة دي أبص أفتكر أنا كنت فيه فربنا أراد إن أنا يبقى في حاجة من عندي البلازمة بتاعتي تساعد إنسان تاني إن هو يبقى على قيد الحياة ويعيش فمش من الصح إن أنا أستغل الظروف دي وتاجر بقى تاجر بقى يعني أنا بقى يعني دي حاجة زي كده أنت بتجرب عدق يعتبر زيه زي اللي بتجرب أعضاء البشر حاجة مش منكو حاجة مش منكو حاجة ربنا ادهالك دي يعني بالازمة بتدخلق من جسمك فربنا ادهالك فأفضل إن أنت تتبرع بيها وتعالج غيرك بيها وغيرك يعالج غيرك ونقدر بإذن الله إن نمر من الأزمة دي وربنا نحفظ مصر بإذن الله بالنسبة لعرض ومتابعة المشكلة بتاعة النهاردة كان وصلتني مشكلة من العديد من أستاذ المواطنين بتتكلم عن أن بعض أصحاب المدارس الخاصة بعضهم بدأوا يطلبوا مصاريف أو أقصاد من المصاريف العام القادم مع زيادة في نسبة المصاريف عن العام القادم دون الانتظار إلى وضوح رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم في شأن الموسم القادم بعد التواصل مع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم أفادوا بإذن الله بعد انتهاء امتحانات السنوية العامة هيتم التواصل والاجتماع بأصحاب المدارس الخاصة للتنصيق معهم بخصوص رؤية الدولة بالنسبة للعام الدراسي الجريد اللي احنا يعني عرفنا أن فيه إمكانية أن يبقى الطلاب ما يروحوش يوميا مثلا يروح يومين في الأسبوع نصف الطلاب يروح يوم ونصف تاني يروح يوم تاني بحيث أن يقللوا كسافة في الفصول وتقليل بعض الأنشطة فيه تغيرات كتير هتطرح الفترة اللي جاية بعد انتهاء طبعا الملف بتاع انتحانات السنوية العامة اللي أنا بحابب أن أطمن الناس أن بناء على التواصل مع سادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أفادت أن كل جهات الدولة المعنية مسؤولة وموجودة في الصورة لحماية أولادنا أثناء وقبل وبعد دخول لجان الامتحانات السنوية العامة مع إعطاء إمكانية لمن يريد التأجيل للعام القادم يقدر يأجل مع الاحتفاظ بحقه في الحصول على نفس الدرجات كمرحلة أولى أو كمحاولة أولى مع طبعا في بعض المواد اللي هي تم تم بقى النظام فيها الامتحان عن طريق البوكليت هي المواد اللي هي تضاف للمجموع زي التربية الوطنية وتربية الدينية ومادة الاقتصاد والإحصار هيبقى النظام فيها الامتحان فيها عن طريق البوكليت النقطة الثالثة إن شاء الله هنتكلم عنها هي عرض الأهم أحداث الساعة أهم أحداث الساعة الفترة دي لا صوت يعلو فوق ملف اجتماع لجنة الأمن الوطني العليا لمناقشة موضوعي سد النهضة والأزمة الليبية أو إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية وخلال سرد للمشكلة إن شاء الله منتظرين بإذن الله فيه مداخلة هتم معنا بمجرد جهازيتها اللي هتخش معنا بالنسبة لملف سد النهضة توقف المفاوضات بنسبة لسد النهضة بقالها ثلاث أسابيع عادت من يومين بمبادرة سودانية لحل الأزمة بعد التعنت الإسيوبي في التعامل مع الأزمة وملء السد دون الرجوع لدول المصاب فالهدف من الاجتماع زي ما احنا كلنا عرفنا إن مصر بتأكد بعض النقاط إن هي بتأكد إن هي بتتفاوض من أجل اتفاق عادل ومتوازن يضمن حقوق الشعب السلاسة حقوق الشعب المصري والسوداني وحقوق الشعب الأسيوي مع الالتزام بإطار زمني محكم للإجراءات طيب دلوقتي جهزت معنا المدخلة مع السيد محمد السعيد الأسود رئيس منظمة الوحدة العربية بنرحب بيك أهلاً وسهلاً يا أستاذ محمد أهلاً وسهلاً السيد السلام صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع المشاهدين ونتمنى أحضرتك التوفيق والنجاح في هذا المنظر الكريم بقناة الصحة والجمال وبرنامجك المحترم مع الأستطيع شرفتني جداً يا فندم النهاردة بنتكلم عن ملفين مهمين جداً للأمن الوطني المصري الأمن على الحدود الليبية والأمن المائي هنبدأ بنبدأ مع حضرتك نتشاور ونتحاور في إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية إيه رأي حضرتك في ظل البنود المبادرة المصرية في حل الأزمة الليبية والله يا فندم أنا شايف أن الملف الليبي تحديداً ينال اهتمام وافر وكبير من رئاسة الجمهورية المصرية بقيادة الرئيس أغتنم الفرصة وفي وجودي مع حضرتك النهاردة بإني أتقدم بخالص التحية والتهاني إلى الشعب المصري وبقيادة السيد الرئيس بحلول الذكرى السادسة لاختياره في مبادرة شعبية هي الكبرى والتي نادت بتقلده لمقاليد الحكم في البلاد ونجح في أنه ينحي نظام الإخواني الإغهابي الصابق ونعود تريعاً إلى المبادرة أو بيان القاهرة الذي لاقى اهتمام كبير جداً بالأزمة الليبية مصر تولي اهتمام كبير جداً بالقضية الليبية لأن القضية الليبية تعد أحد ركائز الأمن القوم المصري فالأمن القوم المصري والأمن القوم الليبي واحد لا يتجزأ حيث تربطنا بليبها مصالح مشتركة وعوامل جوراثية غاية الأهمية أهمها الفدود ومبدأ الجواب نحاول بكل السبل من خلال الدولة المصرية والقيادة المصرية بأن نولي ليبيا وشعبها كامل الاستقرار وأن تتوحد ليبيا بأياد أبنائها أستاذ محمد إيه أهم النقاط اللي في المبادرة اللي حضرتك شايفها هتغير من الأوضاع الجارية الآن في ليبيا والله أنا شايف مصر أعلان قاهرة لحل الأزم الليبي جاء به أبرز البنود وهي التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها ثانيا احترام كافة جهود المبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كمان ارتجزت المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي متج عنها حلولا سياسية شل تتضمن خطوة تنفيذية واضحة يعني أنا شايف أن برضو المبادرة نصت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي وكمان استثمار مخرجات قمة برلين أو مؤتمر برلين واتكمال أعمال مطارات اللجنة العسكرية اللي حددت من قبل مبادرة جينيف اللي كانت برعاية أممية من قبل الأمم المتحدة اللي هي الخمسة زيئة خمسة بالضبط ورح هدك في وضع خارطة طريق لليبيا في الفترة اللي جاية دي اللي تناولتها المبادرة اللي هي شوف يا بقى شوف يا سيد السلام هو أهم ما جاء في محاول هذه المبادرة والحقيقة أنا بعتبرها يعني مبادرة استراتيجية إن شاء الله تكون قريبة المدى ما تكونش بعيدة المدى ده لاتباب الأمن والاستقرار وعودة الاستقرار سريعا إلى الجانب الليبي هي طبعا كانت أهم محاولها أو الخارطة الصريق اللي وضعوها من خلال هذا الإعلان كان بحالة قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة في الليبيا اللي هي المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضاؤه من مجلسي النواب والدولة مجلس الدولة ومجلس النواب الليبي الممثلين لكل إقليم فيهم يعني هم مثلا أقالين حيجوا يعملوا انتخابات مبكرة يختاروا منها أو يكون اللجنة دي مشكلة من شيوخ القبائل وأعيان القبائل وأنت راعي مشاركة جميع طواقف المجتمع في الفترة اللي جاية بتحديد المصير الليبي ودوت يعني أهم شيء في المبادرة دي سريعا ننقل على عشان ضيك الوقت ملف مفاوضات سد النهضة طويب يعني حلو حلو الشبكة بس يعني بتقطع طيب واضح اللي الاتصال اتقطع بنشكر حضرتك يا أستاذ محمد محمد السعيد رئيس منظمة الوحدة العربية نرجع لضيفي هو أحد كصص الكفاح والنجاح والعطاء في دائرة اسم بولاء الدقرور العمل الخدمي العمل العام العمل التطوعي في خدمة أهلينة وخدمة أهلينة زي ما بيقول دايما رسد أحمد خدمة أهلينة شرف لينة شرف لينة ايه أهم الإنجازات اللي تمت الفترة اللي فاتت من حزب حوات الوطن في دائرة اسم بولاء الدقرور وايه هم المشكلات اللي بتوجوها الفترة دي بسم الله الرحمن الرحيم فنم هو يعني من أهم الإنجازات اللي حصلت في بولاء الدقرور الفترة اللي فاتت دي في إحلال وتطوير وتجديد ملعب مركز شباب صفت اللبن تم بالفعل إحلال وتجديد الملعب بمشاركة طبعا مجلس الإدارة اجتهد ومجلس إدارة الملعب اجتهد بمجهود مشكور طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله النائب محمد محمد الحسيني بنشكره طبعا على المجهود المبزول طبعا تم الافتتاح بحضور السيد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة والسيد وزير الشباب الرياضة عشر بصبحي تم الافتتاح الملعب بعد الإحلال والتجديد طبعا ده بيبقى متنكفس للشباب طبعا ده على مستوى السباب الرياضة اه يا فان بالنسبة للتطويرات فيه تطوير فيه نصف مليار جنيل مستشف بلاد داكرور بنعد الفترة اللي احنا فيها دي وهو بدأ بالفعل يعني اعتقد انه بدأ بالفعل التطوير بصفة مبدئية بمئة وخمسين مليون بعد كده فيه تطوير مستمر ان شاء الله لحد ما مستشف بلاد داكرور دي الناس طبعا اللي بتشتكي من مستشف بلاد داكرور دي بيطلقوا العلاج اه في المستشفى دي مفيش اي مستشفى تاني يعني احنا حتى يمكن عندنا اه معلش ايه رأيك في الصورة دي اه طبعا اه الحاج احمد دياب الحاج احمد عب عزيز دياب طبعا امين اه امانة حموات الوطن بلاد واحد اه حزب حموات الوطن في بلاد داكرور الحاج احمد بصراحة يعني للامانة هو من الشخصيات المحترمة جدا المكتهدة في الشارع يعني الحاج احمد اي مساعدة الانسان بيحتاجها في اي مجال بيحاول yes طبعا احمد ده امين واحدة داكرور امين امين امانة الاسم فاندمب اه اه لان اسم بلاد داكرور عندنا امانتين الامانة الاولى اللي هو بتاعت الاستاذ احمد عب عزيز زياد والامانة التانية بتاعت الاساس رأفة فايز طبعا الامانتين بيقتهدوا بيشتعلوا وهدفنا واحد يعني احنا في النهاية احنا حزب واحد حموات الوطن ونحن بنجتهد عايزين نخدم الشارع البلاء لأنه هم أهلينا وإحنا بالسمرار زي ما حدرك قلت إحنا بنتشرف والله ونحاول نسيع القدر المستطوع واللي ما بنقدرش عليك أماما بنقولش ما بنقدرش لا إحنا نحاول نقدر ما نفعش ما نقدرش أحكلمنا على القطاع شاب رياضة وقطاع الصحي إيه تاني على مستوى البنية التحتية بالنسبة لا معلش ناخد بس النقطة بتاعت الصحة بالمرة عشان خلصنا الصحة بالمرة موضوع الصحة إحنا عندنا وحدة صحية في صفة اللبن الوحدة الصحية دي يعني المشكورين هم بيكتهدوا بنشكر مجهودهم المفزول طبعا بس الوحدة الصحية دي بتشتغل فترة معي يعني بتشتغل من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 10-12 دور بتخلص إحنا بنطالب المسؤولين بتحويل الصحة الوحدة الصحية في صفة اللبن الوحدة الصحية نموذجية تشتغل على مدار 24 ساعة إيه الطلبات التانية والمشكلات اللي بتواجهكوه هو الصحة دي محتاجة أن هي يعني كان قابل الهوحة دي كلمتيني في نقطة انقطاع المية وخزان المية خزان المية فندم يعني بص إحنا بعد مرور 6 سنوات من حكم سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشاريع عدية عملت في مصر يعني إحنا عندنا أكتر من 25 ألف مشروع قومة عمل في مصر إحنا عندنا مشروع واحد في صفة اللبن تحديدا في الوحدة المحلية لصفة اللبن اللي هو خزان المية خزان المية ده فندم من 2007 طبعا من 2007 ل2020 دول 13 سنة 13 سنة الشركة الملفزة لخزان المية بتاع صفة اللبن لحد دلوقتي الخزان ده ما شافش النوم الخزان ده ما اشتغلش دي نقطة المية بالنسبة لنقطة القمامة وطلباتكم بالنسبة لنقطة شرطة في إحنا طبعا عندنا اسم شرطة بلاد داكرور بنشكر طبعا السيد المأمور وقالد بابري بنشكر السيد الرئيس المباحث على المجهود المبزول بس إحنا بنطالب برضو بنقطة نقطة شرطة لصفة اللبن تساعد الاسم لأن الدائرة كبيرة بلاد داكرور يعني بلاد داكرور فيها حوالي 2 مليون مصري فبنطالب بنقطة لصفة اللبن تبقى موجودة لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا وبنشكر ضيفي لأستاذ أحمد فرج السنوسي على تشريف ولية النهاردة والختمة طبعا يعني زي ما يعودتكم إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيكي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر